السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير يا صغاري كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوماً بأفضل حال أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطعيمي وزميلي محمد سننطلق سوياً في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح أيضاً الكتابة بخط جميل وأيضاً التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة لغتي موضوع الدرس نص الاستماع دائماً وأبداً يا صغاري خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وهنا يا صغاري غلاف المادة يا ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول وهنا يا صغاري الفهرس والمقصود بالفهرس هو دليل الكتاب يا ترى ما فائدته؟ أحسنتم أعرف عدد الوحدات الدراسية أيضاً أعرف أرقام الوحدات أحسنتم وأيضاً أعرف أرقام الصفحات أحسنتم وأيضاً أعرف عنوين الوحدات وأيضاً أعرف ألوانها الزاهية الآن يا صغاري عندما أقول لكم أريد منكم الانتقال إلى الوحدة الأولى هنا الوحدة الأولى وهنا عنوان الوحدة ننتقل إلى نص الاستماع نبحث هنا نص الاستماع مباشرة يا صغاري أجد ماذا؟ أحسنتم أجد رقم الصفحة إذن الفهرس يساعدني في الانتقال السريع بين صفحات الكتاب صغاري الرائعين والمبدعين هل الفهرس فقط موجود في لغتي؟ أحسنتم بالطبع لا يوجد في جميع الكتب إما كتب دراسية أو كتب إثرائية أيضاً القصص والكتب التاريخية هنا يا صغاري غلاف الوحدة يا ترى ما لون وحدتنا؟ وقلنا سابقاً أن لون الوحدة يأخذ جزء من الغلاف ما لونها؟ هيا صغاري ما لونها؟ أحسنتم لونها أزرق كلون السماء وكلون البحار أحسنتم يا رائعين ورقمها؟ رقمها واحد إذن الوحدة الأولى أحسنتم يا رائعين وعنوان الوحدة؟ هيا صغاري يوجد أمامكم التعامل مع الآخرين أحسنتم يا رائعين يا ترى صغاري المبدعين ما مجالها؟ هيا نفكر مجال وحدتنا؟ اجتماعي أحسنتم يا مبدعين إذن لونها أزرق رقمها الوحدة الأولى وعنوان الوحدة التعامل مع الآخرين ومجالها اجتماعي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً وكما نلاحظ هنا يا صغاري على غلاف الوحدة يوجد بعض من الصور هنا فواز يترى ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أحسنتم يصافح صديقه إذن إفشاء السلام وهنا فواز ماذا يفعل؟ أحسنتم يقوم بمساعدة والده في حمل الأغراض أحسنتم يا رائعين وهنا مساعدة الآخرين في عبور الشارع أحسنتم يا رائعين نكمل سنتعلم يا صغار المبدعين اليوم بإذن الله أولاً الحرص على آداب الاستماع ثانياً الإجابة على الأسئلة بطريقة نموذجية ماذا سنفعل يا معلمتي؟ أولاً صغار المبدعين والرائعين أريد منكم جلسة صحيحة أحضر كتابي وقلمي أستمع إلى معلمتي بعد ذلك أستمع وأضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة رقم اثنان أستمع وأستخدم أداتي الاستفهام وأخيراً رقم ثلاثة أستمع للنص ثم أكمل الشكل صغاري الرائعين والمبدعين هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق هنا يا صغاري تعرفنا في درسنا السابق على نص الاستماع الآن صغاري أريد منكم جلسة صحيحة؟ أذن تسمع وفم مغلق نستمع إلى النص حتى نستطيع الإجابة على الأسئلة بطريقة صحيحة هيا صغاري جلسة صحيحة؟ كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان الكرة في فناء المنزل ركل طارق الكرة ووقعت في فناء المنزل الذي يجاور منزلهم قال طارق سأذهب لأستعيد الكرة طارق الباب ففتح لهم جارهم قال طارق السلام عليكم يا عم قال الجار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال طارق هل تسمح لي يا عم أن أستعيد كرتي؟ فقد وقعت في فناء منزلكم قال الجار تفضل يا طارق واخذ كرتك يا بني قال طارق شكرا يا عم وأعتذر عن إزعاجك حمل طارق الكرة وعاد ليكمل اللعب مع زياد وفي أثناء اللعب ركل زياد الكرة فسقطت في فناء الجيران مرة أخرى قال زياد أنا سأستعيدها هذه المرة اقترب زياد من باب جارهم وصاح بأعلى صوته وهو يقرع الباب بقوة هيا أعطوني الكرة بسرعة خرج الجار غاضبا ونظر إلى زياد وقال له لن أعطيك الكرة لأن تصرفك هذا غير مهدب سمع طارق ما دار بين زياد وجارهم فانطلق مسرعا وقال لا يا زياد لقد أخطأت يا أخي في تعاملك مع من هو أكبر منك سنة ولكي تطلب شيئا لا بد أن تكون مهذبا في طلبك فتقول من فضلك لو سمحت ثم تشكره بعد ذلك خجل زياد من تصرفه اقترب من جارهم وقال اعتذر عن خطأي يا عم وأرجو أن تسامحني تبسم الجار وقال أحسنت الآن يا زياد هيا تفضل واخذ كرتك قال زياد بعد أن أخذ الكرة شكرا جزيلا يا عمي إذن صغاري الرائعين والمبدعين انتهينا الآن من الاستماع إلى نص الاستماع يا ترى يا صغاري ما اسم الشقيقين الذين كانا يلعبان الكرة من ومن يا ترى أحسنتم يا مبدعين طارق وزياد أحسنتم من ركل الكرة في المرة الأولى طارق أم زياد أحسنتم طارق ركل الكرة في المرة الأولى أين وقعت يا ترى هيا نفكر أين وقعت في الحديقة أحسنتم في فناء منزل جارهم أحسنتم يا رائعين صغاري ماذا فعل طارق ليستعيد الكرة نتذكر نص الاستماع ماذا فعل يا ترى هيا صغاري نفكر أحسنتم ذهب إلى منزل جارهم واستأذن الجار بأن يأخذ الكرة أحسنتم يا مبدعين صغاري من ركل الكرة في المرة الثانية في المرة الأولى طارق في المرة الثانية من يا ترى زياد أحسنتم يا رائعين كيف تعامل زياد مع الجار ليستعيد الكرة أحسنتم ذهب إلى منزل جارهم وطرق الباب بقوة أحسنتم يا رائعين وكان يصرخ قائلا أعطوني الكرة بسرعة أحسنتم يا رائعين لماذا رفض الجار أن يعطي زيادا الكرة لماذا يا ترى لأن زياد ماذا فعل أحسنتم لأن تصرفه كان غير مهذب قرع الباب بقوة أحسنتم وكان يصرخ بصوت عالي أحسنتم يا رائعين ماذا قال طارق لزياد عندما رأى تصرفه مع الجار ماذا قال له هيا صغاري ماذا قال له لقد أخطأت يا أخي أحسنتم يا رائعين ثم بعد ذلك ماذا فعل زياد ذهب إلى أين ذهب إلى الجار واعتذر من جارهم إذن صغاري رائعين الآن رقم اثنان أستمع وأضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة استمعنا إلى نص الاستماع هنا يا صغاري يوجد الباركود مباشرة أحذر كاميرا الهاتف المحمول أو الأيباد ينقلني إلى نص الاستماع هيا صغاري نقرأ رقم واحد كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان الكرة فيه مرة أخرى كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان الكرة فيه أين يترى؟ الشارع أم في نائم منزلهما هيا صغاري استطاعتكم الإجابة نتذكر نص الاستماع يا ترى طارق وزياد أين كان يلعبان الكرة؟ هيا صغاري نفكر هيا يا مبدعين أحسنتم يا رائعين في فينا منزلهما إذن كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان الكرة في فناء منزلهما أحسنتم إذن صغاري أريد منكم الإمساك القلم بطريقة صحيحة أمسك قلمي صغاري وأضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة هيا صغاري أين أضع علامة صح؟ في الشارع أم في نائم منزلهما؟ أحسنتم في نائم منزلهما هيا صغاري هيا يا مبدعين الآن نكمل رقم اثنان قرع طارق الباب في النص طارق وزياد الآن قرع طارق الباب هل طارق قرع الباب بقوة أم بلطف؟ قرع طارق الباب بقوة أم بلطف؟ هيا يا مبدعين باستطاعتكم الإجابة متأكدة هيا يا مبدعين نتذكر نص الاستماع أحسنتم يا رائعين قرع طارق الباب بلطف أحسنتم يا رائعين إذن قرع طارق الباب بلطف أين أضع علامة الصح؟ أحسنتم عند كلمة بلطف إذن هيا صغاري أفتح أصبع السبابة والإبهام شقر رقم سبعة أضع القلم بين السبابة والإبهام وأضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة أين الإجابة الصحيحة في رقم إثنان؟ بلطف أحسنتم هيا صغاري هيا يا مبدعين نكمل الآن رقم ثلاثة فتح الجار الباب لزياد وكان يا ترى فتح الجار الباب لزياد وكان غاضبا أم مبتسما هيا صغاري نفكر فتح الجار الباب لزياد وكان زياد ماذا فعل؟ قام بطرق الباب بقوة أحسنتم وكان يصرخ خرج الجار ماذا؟ عندما فتح الباب هل كان غاضما أم مبتسما؟ أحسنتم يا مبدعين كان غاضبا إذن نضع علامة صح أمام غاضبا إذن فتح الجار الباب لزياد وكان غاضبا أحسنتم يا مبدعين أين أضع علامة صح؟ أمام غاضبا أحسنتم هيا صغاري أمسك قلمي بطريقة صحيحة وأضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة هيا يا مبدعين أحسنتم نكمل الآن رقم أربعة عاد زياد واعتذر للجار عاد زياد واعتذر للجار هل سامحه فسامحه؟ فلم يسامحه عندما طارق نصح زياد وقال له بأن تصرفه خاطئ قام زياد وذهب إلى منزل الجارهم واعتذر من جارهم يا ترى هل الجار سامح زياد أم لم يسامحه؟ تذكر يا صغاري أحسنتم يا مبدعين عاد زياد واعتذر للجار فسامحه أحسنتم إذن نضع علامة صح أمام فسامحه إذن رقم أربعة عاد زياد واعتذر للجار فسامحه هيا صغاري أمسك قلمي وأضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة إذن صغاري السؤال كان مطلوب مني أستمع وأضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة رقم واحد كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان الكرة فيه في نائم منزل حما أحسنتم رقم اثنان قرع طارق الباب بلطف أحسنتم رقم ثلاثة فتح الجار الباب لزياد وكان غاضبا أحسنتم وأخيرا رقم أربعة عاد زياد واعتذر للجار فسامحه أحسنتم يا مبدعين إذن صغاري انتهينا الآن من سؤال رقم اثنان وقمنا بوضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة نكمل الآن صغاري أريد منكم جسة صحيحة فم مغلق وأذن تسمع نستمع مرة أخرى لنص الاستماع حتى نستطيع الإجابة على الأسئلة بطريقة صحيحة هيا صغاري كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان الكرة في فناء المنزل ركل طارق الكرة ووقعت في فناء المنزل الذي يجاور منزلهم قال طارق سأذهب لأستعيد الكرة طارق الباب ففتح لهم جارهم قال طارق السلام عليكم يا عم قال الجار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال طارق هل تسمح لي يا عم أن أستعيد كرتي؟ فقد وقعت في فناء منزلكم قال الجار تفضل يا طارق واخذ كرتك يا بني قال طارق شكرا يا عم وأعتذر عن إزعاجك حمل طارق الكرة وعاد ليكمل اللعب مع زياد وفي أثناء اللعب ركل زياد الكرة فسقطت في فناء الجيران مرة أخرى قال زياد أنا سأستعيدها هذه المرة اقترب زياد من باب جارهم وصاح بأعلى صوته وهو يقرع الباب بقوة هيا أعطوني الكرة بسرعة خرج الجار غاضبا ونظر إلى زياد وقال له لن أعطيك الكرة لأن تصرفك هذا غير مهذب سمع طارق ما دار بين زياد وجارهم فانطلق مسرعا وقال لا يا زياد لقد أخطأت يا أخي في تعاملك مع من هو أكبر منك سنة ولكي تطلب شيئا لا بد أن تكون مهذبا في طلبك فتقول من فضلك لو سمحت ثم تشكره بعد ذلك خجل زياد من تصرفه اقترب من جارهم وقال اعتذر عن خطأي يا عم وأرجو أن تسامحني تبسم الجار وقال أحسنت الآن يا زياد هيا تفضل واخذ كرتك قال زياد بعد أن أخذ الكرة شكرا جزيلا يا عمي إذن صغاري رائعين الآن بعد أن استمعنا إلى نص الاستماع نكمل سؤال رقم ثلاثة يقول أستمع وأضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة نقرأ الآن هنا رقم واحد هنا رقم اثنان وهنا رقم ثلاثة رقم واحد صاح زياد بأعلى صوته هيا أعطوني الكرة بسرعة مرة أخرى صاح زياد بأعلى صوته هيا أعطوني الكرة بسرعة هل نضع علامة صح أم لا هيا صغاري نفكر في نص الاستماع هل صاح زياد بأعلى صوته هيا مبدحين نفكر أحسنتم يا رائعين نهم صاح زياد بأعلى صوته هيا أعطوني الكرة بسرعة إذن أضع علامة صح هيا صغاري ومسك قلمي بطريقة صحيحة وأضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة هيا صغاري رقم الصفحة يوجد أمامكم هيا يا مبدعين نكمل الآن خجل طارق من تصرفه واعتذر للجار مرة أخرى خجل طارق من تصرفه واعتذر للجار حيا صغاري نتذكر نص الاستماع من الذي اعتذر للجار طارق أم زياد نفكر يا مبدعين أحسنتم زياد إذن هل هي عبارة صحيحة عبارة خاطئة أحسنتم يا رائحين نكمل رقم ثلاثة قال زياد أعتذر عن خطأي يا عم وأرجو أن تسامحني مرة أخرى قال زياد زياد أعتذر عن خطأي يا عم وأرجو أن تسامحني حدث ذلك في نص الاستماع في القصة أحسنتم زياد اعتذر للجار أحسنتم إذن عبارة صحيحة أمسك قلمي وأضع علامة صح هيا صغار إذن السؤال يقول أستمع وأضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة ما هي العبارة الصحيحة؟ رقم واحد صاح زياد بأعلى صوته هيا أعطوني الكرة بسرعة هي عبارة صحيحة أيضا رقم ثلاثة قال زياد أعتذر عن خطأي يا عم وأرجو أن تسامحني إذن صغاري نضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة هيا صغاري نمسك القنم ونضع علامة صح أحسنتم يا مبدعين نكمل الآن صغاري الآن أيضا أريد منكم جلسة صحيحة نستمع مرة أخرى إلى نص الاستماع كان الشقيقان طارق وزياد يلعبان الكرة في فناء المنزل ركل طارق الكرة ووقعت في فناء المنزل الذي يجاور منزلهم قال طارق سأذهب لأستعيد الكرة طارق الباب ففتح لهم جارهم قال طارق السلام عليكم يا عم قال الجار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال طارق هل تسمح لي يا عم أن أستعيد كرتي فقد وقعت في فناء منزلكم قال الجار تفضل يا طارق واخذ كرتك يا بني قال طارق شكرا يا عم وأعتذر عن إزعاجك حمل طارق الكرة وعاد ليكمل اللعب مع زياد وفي أثناء اللعب ركل زياد الكرة فسقطت في فناء الجيران مرة أخرى قال زياد أنا سأستعيدها هذه المرة اقترب زياد من باب جارهم وصاح بأعلى صوته وهو يقرع الباب بقوة هيا أعطوني الكرة بسرعة خرج الجار غاضبا ونظر إلى زياد وقال له لن أعطيك الكرة لأن تصرفك هذا غير مهدد سمع طارق ما دار بين زياد وجارهم فانطلق مسرعا وقال لا يا زياد لقد أخطأت يا أخي في تعاملك مع من هو أكبر منك سنة ولكي تطلب شيئا لا بد أن تكون مهذبا في طلبك فتقول من فضلك لو سمحت ثم تشكره بعد ذلك خاجل زياد من تصرفه اقترب من جارهم وقال اعتذر عن خطأي يا عم وأرجو أن تسامحني تبسم الجار وقال أحسنت الآن يا زياد هيا تفضل واخذ كرتك قال زياد بعد أن أخذ الكرة شكرا جزيلا يا عمي إذن صغاري رائعين الآن سؤال رقم أربعة يقول السؤال أستمع وأستخدم آداتي الاستفهام كيف ولماذا يريد مني أن أستخدم آداتي الاستفهام كيف ولماذا هنا رقم واحد رقم اثنان رقم ثلاثة رقم واحد خرج الجار غاضبا عندما أريد أن أكون من الإجابة سؤال باستخدام آداتي الاستفهام كيف أو لماذا ماذا أقول خرج الجار غاضبا يا ترى ما هي آداتي الاستفهام المناسبة هل كيف أم لماذا أحسنتم يا مبدعين لماذا خرج الجار غاضبا لماذا خرج الجار غاضبا أحسنتم يا رائعين صغاري أريد منكم الآن الإمساك بالقلم بطريقة صحيحة ونكتب الإجابة هيا صغاري لماذا خرج الجار غاضبا هيا يا مبدعين نكتب الإجابة مضبوطة بالشكل هيا صغاري نكمل الآن رقم اثنان لم يعطي الجار زيادا الكرة ماذا نستخدم هل كيف أم لماذا هيا نفكر يا مبدعين هيا صغاري أحسنتم يا رائعين لماذا لم يعطي الجار زيادا الكرة لماذا لم يعطي الجار زيادا الكرة هيا صغاري الآن أريد منكم الإمساك بالقلم بطريقة صحيحة وأكتب الإجابة في مكانها المناسب ولا ننسى أن تكون مضبوطة بالشكل هيا يا مبدعين نكتب بخط جميل نكمل الآن رقم ثلاثة تعامل طارق مع الجار ليستعيد الكرة هل نستخدم كيف أم لماذا هيا يا صغاري نفكر تستطيعون الإجابة متأكدة هيا يا مبدعين أحسنتم يا رائعين كيف تعامل طارق مع الجار ليستعيد الكرة إذن رقم واحد لماذا خرج الجار غاضبا ولا ننسى يا صغاري أن نضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة رقم اثنان لماذا لم يعطي الجار زيادا الكرة أيضا لا ننسى وضع علامة الاستفهام وأخيرا رقم ثلاثة كيف تعامل طارق مع الجار ليستعيد الكرة نكمل الآن صغاري الآن صغاري رقم خمسة أستمع وأضع علامة صح أمام التعامل الصحيح وعلامة خطأ أمام التعامل غير الصحيح استمعنا إلى نص الاستماع التبسم في وجوه الآخرين هل هو تعامل صحيح أم تعامل خاطئ أحسنتم تعامل صحيح إذن نضع علامة صح قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند لقاء الآخرين أحسنتم تعامل صحيح إذن أضع علامة صح رقم ثلاثة الصراخ في وجوه الآخرين هل هو التصرف صحيح؟ أحسنتم تعامل خاطئ إذن أضع علامة خطأ قرعوا الأبواب بقوة أحسنتم أيضا نضع علامة خطأ لأنه تعامل غير صحيح الاعتراف بالخطأ أحسنتم تعامل صحيح إذن صغاري الآن نضع علامة صح أمام التعامل الصحيح وعلامة خطأ أمام التعامل غير الصحيح إذن نكمل الآن يا صغاري رقم ستة أستمع للنص ثم أكمل الشكل الآتي استمعنا إلى النص القصة كان عنوانها شكرا يا جاري المكان المكان الذي حدثت فيه القصة أين؟ أحسنتم يا رائعين في ناء المنزل الشخصيات في القصة أحسنتم ثلاثة من ومن ومن؟ أحسنتم طارق زياد والجار إذن القصة كانت بعنوان شكرا يا جاري المكان كان في ناء المنزل والشخصيات طارق وزياد والجار هيا صغاري أمسك قلمي بطريقة صحيحة وأكتب الإجابة في مكانها المناسب هيا يا مبدعين هيا صغاري رائعين وإلى هنا يا صغاري الرائعين والمبدعين انتهت رحلتنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطعمي ترجمة نانسي قنقر